على المستوى العربي النهاردة كان فيه خبر جميل ولطيف جدا أهم حاجة على مستوى علم الفضاء في العالم احنا عارفين أنه علم الفضاء ده متقسم ثلاثة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الاتحاد سوفيتي زماني اللي هو دلوقتي روسيا وما بين الاتحاد الأوروبي لكن فيه مشروع فضائي اسمه محطة الفضاء الدولية الناس اللي ما تعرفهاش يعني محطة الفضاء الدولية دي هي الجمعة ما بين الوكالات الفضائية الأساسية الكبيرة في العالم ما بين الدول دي كلها محطة الفضاء الدولية يزورها ويبدأ فيه الوجود فيها النهاردة شاب عربي إماراتي أول شاب إماراتي أزاع المنصوري اللي كان اسمه النهاردة بيتردد على مستوى الإمارات وعلى مستوى العالم العربي علشان يزور محطة الفضاء الدولي وزي ما قلت لكم حتى اللي طلعين معاه يعني نفس المهمة اللي بتتم أولا هي طلعت من كازاخستان معاه رائد فضاء روسي ومعاه رائدة فضاء أمريكية والثالث هو الاسم الإماراتي العربي المثير للفقر فرحية أزاع المنصوري